كان هناك تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال مصر في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وأن العملية العسكرية بسيناء تم التخطيط لها بشكل جيد وتم ضبط سمعوا أعزاء المشاهدين أكثر من 1500 طن مواد متفجرة كانت بحوزة الجماعات الإرهابية التي تساندها الدول التي تدعم الإرهاب والتي تتمنى لمصر أن تقسم وأن يقتل الشعب المصري الله يحافظ الشعب المصري سأعطيكم بيانات ومعلومات أكثر أعزاء المشاهدين في العملية للقضاء الإرهاب في سيناء تم قتل 53 إرهابي في العملية الشاملة في سيناء واعتقل 680 مشتبه يدعم الإرهاب شوفوا نجاح العمليات في مواجهة الإرهاب التي قام فيها أبطال الجيش المصري والاستخبارات المصرية بدعم من الشعب المصري البطر الذي قدم الضحايا في مواجهة الإرهاب هذه العملية التي تمت وتم تنفيذها في سيناء هو القز منها اجتثاث الإرهاب من جذوره للقضاء عليه حتى تكون المرحلة القادمة بناء مصر وتحديث البنية التحتية وأن تخرج مصر من عنط الزجاجة إلى مستقبل واضح المعالم يقوى فيه ماديا الشعب المصري ويقوى الاقتصاد بعد ما تم دعم الجيش المصري بأحدث الأسلحة واليوم مصر تخرج وتحلق إن شاء الله أن يكون اقتصادها قوي وعلى يقين خلال السنوات القادمة سنشاهد مصر الجميلة الحديثة ومن يزور مصر هالأيام يشوف هالتطور وهالجمال الموجود هناك وأقول للدول التي تدعم الإرهاب خسئتم وهالكلام قلتم من سنين ما راح تفلحون في مخططاتكم داخل مصر إنه مصر آمنة مصر متوحدة متوحدة في شنو؟ حبهم لأرضهم يتميز الشعب المصري مهما اختلف سياسيا مع حكومته عاشق لأرضه عاشق لوطنيته المصر الحقيقي لا يخون وطنه المصر الحقيقي ينتقد الوضع السياسي لكن لا يخون أرضه ولا يخون أهله يقدم التضحية وراء التضحية لتبقى مصر عالية لأنه يعتقد أن أرضه هو شرفه تحية للشعب المصري ولنجاحه ولحكومة رئيس المصر عبد الفتاح السيسي على نجاحاته في كل مكان وأتمنى من الشعب المصري في الانتخابات القادمة وأن يختار رئيس مصر عبد الفتاح السيسي اللي نجح مع شعبه وجيشه واستخباراته في الحفاظ على مصر الكرامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر